هي الأرقام الأكثر ترقبا اليوم كانت من قبل المستثمرين هي ستعطينا كانت الرؤية وواقع سوق العمل الأمريكي كان لدينا مفاجأة في هذه الأرقام حيث أنها جاءت أعلى من المتوقع نتحدث عن أرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي النونفورن بيرول والتي فاجأتنا برقم جاء أعلى بكثير من التوقعات 303 ألاف وظيفة التوقعات كانت تشير إلى قراءة عند 200 ألف وظيفة وإذا أخذنا سقف التوقعات كان عند 250 ألف ولكن 303 ألاف لم يكن أحد يتوقع هذه الأرقام معظم القطاعات أضافت وظائف كان لدينا وظائف في القطاع الحكومي وأيضا في القطاع الخاص التفاصيل المتعلقة بهذه الأرقام جدا كانت هامة جدا أولا كان لدينا معدل المشاركة في قطاع العمل ما يعرف بـ Labor Participation Rate وصل لـ 62.7% لدينا مشاركة كبيرة في قطاع العمل وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال أقل من ما كنا نشهده قبل جائحة كورونا إلى أنه لا يزال لدينا تسارع على مدار الأرقام الماضية في معدل المشاركة في سوق العمل معدل البطالة جاء عند 3.8% عند التوقعات تقريبا وهذه الأرقام أيضا تعطي نظرة إيجابية حول وضع قطاع العمل الأمريكي أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة برؤية التضخم دائما منظر إلى نمو الأجور جاءت الأرقام عند التوقعات بشكل شهري ارتفعت بـ 13 النقطة المئوية نعم لدينا تسارع بالمقارنة مع شهر فبراير ولكن هذه الأرقام جاءت عند التوقعات كيف كان ندفع للمستثمر؟ لأنه بنهاية المطاف هذا هو الأهم شهدنا ارتفاع على العوائد السندات الأمريكية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل والسبب بأن الارتفاع كان جدا قوي لأن العشر سنوات ارتفع تقريبا ثماني نقاط أساس هو أن هذه الأرقام جاءت بعد قراءة قوية لمؤشر الـ ISM للقطاع الصناعي وبعد قراءة جاءت أقل مما كان متوقعا بالنسبة للـ ISM للقطاع الخدمي وبالتالي الخدمي دائما هو الأهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ولكن كان لدينا تضارب نوعا ما في البيانات أن يقتي أو تأتي أرقام قطاع العمل بهذه القوة هذا يعني بأنه حتى الآن لا يوجد لدينا كراكس لا يوجد لدينا شروخ في قطاع العمل وهو ما يحاول الفدرة للوصول إليه حتى أن يبدأ بخفض معدلات الفائدة بعد هذه الأرقام كان لدينا ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية قوة للدولار الأمريكي وخفض لتوقعات المستثمر لبدء الفدرالي بخفض معدلات الفائدة التوقعات كانت تبدأ من شهر يونيو وتتصاعد على مدار النصف الثاني من العام ولكن بعد هذه الأرقام تقلصت احتمالية أن نشهد الخفض في شهر يونيو بشكل كبير والآن كل الأنظار ستكون على الأرقام أيضا الهام التي سنشهدها الأسبوع القادم وهو بيانات الـ CPI مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ولكن هذه الأرقام عمليا تطرح سؤال جدا هام هل يملك أساسا الفدرالي أي مبرر للبدء بخفض معدلات الفائدة اشتركوا في القناة